النهاردة إن شاء الله بإذن الله حنتحدث عن تكوين الأسرة في ديننا الحنيف في الحقيقة أن الأسرة هي تجمع مقدس له غايات سامية لذا اهتم الإسلام بهذا التكوين وبهذه الأسرة اهتماما بليغا فجعل هذه الأسرة التي من أهم أهداف تكوينها السكن والسكن النفسي والمودة والرحمة وإنجاب الناس الصالح والأبناء الصالحين اللي يخدموا في المجتمع ويرفعوا من القيم ونهضة هذا المجتمع قال رب العزة سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن عرفنا أنها مسئولية ومثئولية عظيمة لأنها تكوين منتج حنقابل بي رب العزة سبحانه وتعالى منتج يحقق غاية وجودنا في الأرض وهو الاستخلاف في الأرض أن نعمر في الأرض أن نقدم في بلدنا وفي مجتمعنا ما يفيد وما يجعل هذا المجتمع يرقى ويزدهر عشان كده حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي وفي هذا الحديث الشريف قال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيتي والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها قال إن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته لذا يمكن حتكلم في حلقة الليلة أو في هذا اللقاء المثمر إن شاء الله عن هذا التكوين كيف يكون تكوين هذه الأسرة اللي نطلع منها بأن احنا عندنا منتج يصلح للتعمير في الأرض منتج عنده انتماء لهذا الوطن منتج يساعد في رقي الأمم ورقي المجتمع أول حاجة يمكن اهتم بيها ديننا الإسلامي في تكوين هذه الأسرة فكرة اختيار الزوجين ويمكن الاختيار ما بيبقاش منذ أن يتبادر إلى ذهن كل من الزوجين أو كل من الرجل والمرأة في اختيار الزوج أو الزوجة ولكن من المفهوم في تكوين هذه الأسرة أنا عندي مفهوم إيه للزواج هل المفهوم للزواج عذرا في اللي حقوله لأن ده كثير من السلبيات اللي بنتعرض إليها في مجتمعنا الحالي اللي بتؤدي إلى نسب كثيرة للأسف الشديد في الطلاق هل المفهوم أن أنا حخرج بس من بيت أبي ويبقى عندي استقلالية أو أني أكون كونت بيت وأسرة وخلاص كده وأخرج من نطاق أن أنا تحت مسئولية حد وأنا بقى بسئولة عن نفسي أو عشان فرح وهيصة للأسف الشديد أو الحصان الأبيض اللي هيخدني عليه حد إحنا لازم نربي أبنائنا منذ الصغر على أن هذه مسئولية مسئولية عظيمة أن يكون الإبنة أو الإبنة عارف أنها مسئولية وأن هما هيكونوا أسرة الأسرة دي هي اللي هتقدم في المجتمع وحتقدم للدين الإسلامي شخص نافع يخدم المسلمين ويخدم وطنه فالمفهوم في البداية مفهوم مهم جدا 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 لتكوين هذه الأسرة الحاجة التانية المهمة منذ أني أتبادر إلى أذهانهم فكرة الزواج اختيار وقصص اختيار الشريك في الإسلام يمكن دينا حتى على هذا الأمر فحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يخاطب الرجل عندما يريد أن ينطقي امرأة للزواج فقال حضرته تنكح المرأة لأربع وقال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنكح لمالها ولجمالها ولحسبيها ولدينها فاتفر بذات الدين تربت يدات فجعل الدين جعل الخلق هم الأساس الأول لاختيار الزوجة في الإسلام ثم عندما خاطب أهل الزوجة في اختيار الرجل المناسب للزواج قال حضرته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لذلك حسدنا الإسلام على الاختيار لأن العرق دساس كما قال حضرته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنتوفقهم فإن العرق دساس فده أساس مهم جدا 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 الأساس اللي يمكن أحب أن أنا سريعا وعشان الوقت أتحدث فيه هو تربية الأبناء عندما نقوم بإنجاب هؤلاء الأبناء ودي مسئولية ومسئولية كبيرة عشان كده حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعود فنخب بالنا أن دي مسئولية ومسئولية عظيمة وأنا دايما يمكن بقول ده منتج أنا حقابل بي ربنا سبحانه وتعالى أقول له يا رب أنا جاي أقابلك بهذا المنتج اللي حيدخلني الجنة طيب المنتج ده أنا بقى كامراءة وده حديثي بهمس فيه في أذن أخواتي النساء وبقول لها مش هتقدري مش هتقدري تحفظي على هذا المنتج واتطلع لنا منتج سليم إلا إذا كنت أنت سليمة صحيا إلا إذا أنت عندك هذه القدرة على التربية مش هامس في أذن أخي وأقول له مش هتقدر تنفق وتبقى قد المسئولية مع ابنك أو بنتك إلا إذا كنت قادر لأن عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب ما نستطيع منكم الباقة فليتزوج الباقة هنا هي سواء قدرة مادية أو معنوية فهل عندك هذه القدرة عمر القدرة دي ما هتتحقق سواء للراجل أو المرأة إذا كان عدد أفراد الأسرة عدد كبير عشان كده أوجب دنا الإسلامي وكان من أيام حضرة سيدنا النبي كان فيه عزل يعني كان فيه عزل عشان كل أسرة قادرة بحلها فأوجب دنا الإسلامي أنه يمكن أن تتم عملية التنظيم في الناس عشان أستطيع أن لو عندي واحد أو اتنين هقدر أربيهم تربية سليمة ما يبقاش عندي عشرة ويطلعوا كغتاء السيل ولا ينفعوا في المجتمع ولا يعمروا ولا ما هقدر أربيهم تربية سليمة لا صحياً ولا خلقياً ولا علمياً ولا عملياً ولا جسدياً فده اللي أنا يمكن الجزئين من أجزاء كثيرة حبيت أن أتحدث فيهم كيفية الاختيار في الإسلام التربية الإسلامية السليمة مع تنظيم الناس المفروض ناخد بالنا منه وعشان كده يمكن حصل بالنسبة لنا إحنا في وزارة الأوقاف حصل بروتوكول ما بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان وأخذنا دورات في هذا الأمر وانزلنا مبادرات طرقنا فيها الأبواب وتحدثنا وعرفنا الناس أن ما فيش حرمانية من تنظيم الناس لعشان أبقى أنا صحتي أقدر أربي ابني تربية سليمة وعشان زوجي يقدر يصرف على الأبناء ويطلعوا لا عندهم خلل نفسي ولا عندهم خلل جسدي فأتمنى أن نحن نكون حطينا إطار كده وحطرك أخواتي يدخلوا جوه الأسرة ويعرفون الأسرة شكلها في الداخل في دننا الإسلامي جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب قبل أن نشكر دكتورة وفاء عبد السلام من واعظات وزارة الأوقاف برضو حديك ممكن نستفيد ولو دقيقتين في مسألة الاختيار يعني اختيار الشريك لشريكته والشريكة لشريكها لأن الحقيقة دي من الظواهر الاجتماعية التي تحتاج إلى تدقيق وبشكل واضح الآن صحيح يعني يمكن عشان كده يعني إحنا عندنا الاستخارة ده يعني أنا ببحث لبنتي على زوجي يكون كويس بس كويس إيه من ترضون الرضا هنا مش معناه إن أنا حيبقى العبادة فقط لأن دينا الإسلام عباداته ومعاملاته وأخلاقيات فهو معاملاته شكلها إيه وأخلاقياته شكلها إيه سلوكياته شكلها إيه تنكح المرأة لأربع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة ويمكن أنا بيجبني قوي القول اللي بيقول سيدنا النبي لما قال يمكن بتنكح لماليها وجماليها وحسبيها الدين الدين اللي ذكروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية لأهميته والحاجة اللي بتبقى مهمة جدا جدا نذكرها في الآخر عشان تظهر هذه الأهمية الدين حيظهرها جميلة والدين يخليها دات حسب ونسب ولأن إياكم وخضراء الدمني قالوا وما خضراء الدمني يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المابة السوق فكل الدين حيوصلنا للجمال وللمال وللحسب فده يمكن وعشان كده يمكن لو كان الوقت يتسع كنت ذكرت لحضرتك وصية المرأة الأعربية إزاي علمت بنتها هذا وصية بديعة وصية بديعة العشر نقاط اللي ذكرتهم لبنتها ده معناها التربية كانت شكلها إيه في البيت فالرجل حيدخل البيت ده وتختار إزاي يعني فتاة تحسن المعاشرة تحترم بيتها وفي نفس الوقت ابن أو زوج تربى في بيت عرفوا يعني إيه مسئولية عرفوا يعني إيه كيف يكون الرجل والإسلام ودن الحنيف والقرآن والخطاب الإلهي لما تحدث في هذا الأمر تحدث عن الرجل ولم يتحدث عن الذكر وعشان كده أعطى القوامة للرجل وليس للذكر أنا بتهمني جدا الجزئية دي ليس نوع بالزبط كده لكن كيف يكون شخصية هذا الرجل اللي أعطى تكليف وتشريف للمرأة بالقوامة كلفه إنه يكون في خدمة هذه المرأة لو ربيت ابني على المفهوم دوت وإن أنت واخد القوامة ديت مش عشان خاطر تضرب ولا تدجر ولا إنك تبقى رجل ذو عصبية لو ربيت ابني على هذه الأمور وربت بنتي على إن إذا زي ما قال حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها زوجها صرته وإذا غاب عنها حفظته وحفظته في ماله وإذا أمرها أطعته لو ربينا أبناءنا على هذا الأمر حيكون الاختيار سليم ويمكن حتى حتندثر كل حالات الطلاق الكثير المرتفعة اللي شكناها في هذا الوغن موسيقى